مدينة العنان برط وسميت نسبة إلى العنان بن شلاق ويصل نسبه لكهلان بن سبا مدينة ضاربة في جذور التاريخ إذ أنها كانت تمثل إحدى طرق القوافل المعينية والسبائية والحميرية والقطبانية القادمة من الهند والسند تمر عبر البحر إلى ميناء قنا بشبوة ثم تدخل شبوة التي كانت تتبع حضر موت بالامتداد ثم تنتقل القوافل عبر محطات مدروسة كي يتم حمايتها وتشكل كل محطة سوقا للبيع والشراء وتبعد تلك المحطات مسافات شبه متساوية تمر عبر حضر موت ثم شبوة مرخة وبيحان ثم حريب وتتجه إلى مدينة مأرب وصرواح ثم تتجه إلى الحزم في الجوف وبدل أن تسلك اتجاه الصحراء عبر اليتم خوفا من الضياء وكلة الماء تتجه إلى سوق الدعام ثم الحميدات والمراشي إلى الشعراء فتسلك الجبال إلى أن تصل مدينة العنان وتلك الطريق الجبلية مدرجة ومذللة لسلوك القوافل وما أن تصل جبل برط إلا وتحطر حالها بسبب ما نالها من التعب ولما يتمتع به الجبل من هواء بارد ومنعش وكي تستريح وتتجه بعد ذلك عبر عقبة نجرانية المعروفة في منطقة الظهرة برط إلى نجران ثم إلى الحجاز والأردن وغيرها من أسقاع الأرض وبعد الإسلام كانت تمثل طريقا للحجاج حيث يمر أغلبهم عبر هذه الطريق وعند غياب الدولة تبرز القبيلة ففي عام 1133 هجرية وقعت وثيقة بين القبائل ذو محمد لحماية السوق وكل شهر تتولى قبيلة حماية السوق وبوقتنا الحالي مديرية العنان هي إحدى مديريات محافظة الجوف يحدها شمالا محافظة صعدة وشرقا مديرية خب والشعف وجنوبا الحميدات وغربا مديرية المراشي وهي عشر عزل وتعتبر بيوتها الطينية تحفة في البناء والطراز المعماري اليمني القديم حيث تصل طول المباني لخمسة أدوار وأكثر من ذلك وتمتاز بزراعة أيود أنواع الحبوب وتوجد بمدينة العنان جوامع ومعالم أثرية تعود للدولة العباسية فجامع المنصور خير شاهد على ذلك وتوجد العديد من السدود لحفظ مياه الأمطار ترجمة نانسي قنقر